بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعظيما وإجلالا ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيها السيدات نتكلم في هذه الحلقة عن صورة الأحزاب وعن اسمها هذا الذي ميزت به صورة الأحزاب اسمها توقيفي ولم تذكر لنا الروايات اسما آخر لهذه الصورة وهي مذكورة باسم صورة الأحزاب في كتب السنة وكتب التفسير جميعا وبها جاءت الرواية عن عبد الله بن عباس وعن أبي بن كعب بأسانيد مقبولة ووجه تسميتها بصورة الأحزاب أنها تضمنت ذكر غزوة الأحزاب الكبرى التي تحزبت فيها قريش مع لفيف من قبائل العرب وبعض اليهود الذين نقضوا مواعيدهم وعهودهم وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام ويقضوا عليه قضاء مبرما لا تقوم له بعد ذلك قائمة فرد الله سبحانه وتعالى كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال فهزم الله تعالى الأحزاب شر هزيمة وقد ورد حمد النبي عليه الصلاة والسلام المشهور الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهو سبحانه وتعالى نصر عبده الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام ونصر جنده وهم الصحابة الذين كانوا قلة ولكنهم كانوا مؤمنين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يوما يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف والأحزاب كما تعلمون هم لفيف من القبائل التي لبت نداء قريش لحرب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهم قريش وغطفان وبعض القبائل الأخرى المشهورة إضافة إلى يهود بني قريضة وقد كان تجمعهم كبيرة وكان جيشهم عظيمة ولكن الله تعالى حمى رسوله وحمى دينه قال تعالى وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقد كان النصر بجنود الله الكثيرة كالملائكة والريح والرعب الذي بثه الله تعالى في قلوب أعداء الله ورسوله وقد كفى الله تعالى المؤمنين شر المشركين وكيد المنافقين وخيانة اليهود في آن واحد فكان نصرا مبينا بكل المقاييس والصورة مدنية بإجماع المسلمين لأن غزوة الأحزاب وقعت والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهي تسور جزءا من حياة المسلمين وصراع الحق مع الباطل صراعا واقعيا أمينا ولذلك قال له سبحانه في مستهل الصورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة ويذكر العلماء أن صورة الأحزاب كانت قد نزلت أواخر السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل وقال ابن القاسم رواية عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت سنة أربع للهجرة وهي السنة التي وقعت فيها هذه الصورة ولعل الإمام بن عاشور كان قد فند ما ذكر من أنها كانت طويلة تشبه صورة البقرة وأنه نسخ منها أكثرها ورأى أن ذلك مخالف لإجماع الصحابة وأراء المفسرين وما عليه المصحف الإمام ولا يكون النسخ بهذا الكم الكبير الذي لا يسنده نص ولا يذكره ثبت من العلماء الذين يستند إليهم فقد قال ابن عاشور وليس بعد إجماع الصحابة على مصحف عثمان الإمام مطلب لطالب فالباب أغلق ولا يمكن أبدا أن يكون هناك نسخ لكم كبير من صورة تصبح صغيرة بعد أن كانت كبيرة والإمام الزمخشري رحمه الله كان يقول إن قولهم بضياع ما كان مكتوبا من الصورة من قول الملاحدة وأشباههم وهذا لا أصل له ولا أساس وقد قامت هذه الصورة على ربط حوادث الحياة وما يطرأ للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بواقع الصراع العقائدي الذي لم يكن يهدأ لتعقب أهل الله والقضاء على الدين الحق ولكن الله تعالى من سنته في كونه أن يؤكد قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقد علق النص البليغ في هذه الصورة صورة الأحزاب على أتو الكافرين وكيد المنافقين من المرجفين الذين كانوا يريدون التثبيط عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وبث الوهن واليأس في نفوس المؤمنين الصادقين وقد أكد القرآن سنن الله تعالى في الوجود قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا وقد كانت هذه الصورة رافعة لقانون الالتزام بطاعة الله ورسوله في المنشط والمكره ومؤكدة على أهميته وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وهو جزء من تحمل الإنسان للأمانة الكبرى التي بيّنتها هذه الصورة في قوله تعالى إن عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى من التكريم والتشريف فقد ذكرت هذه الصورة مكانته وقيمته عند ربه وفي الآية الخامسة والخمسين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأكد أن إذاء النبي باللفظ أو الفعل أو القول من الكبائر حيث قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لأنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة وكثير من آيات هذه الصورة نزلت للرد على أذى المنافقين والمرجفين في المدينة وفصلت أيضا في حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من متبناه زيد بن حارثة وقد كان قد تزوج بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد وأكملت عدتها وكان ذلك سببا في إبطال نظام التبني وهي ظاهرة كانت متفشية في الجاهلية الأولى وجعل الله تعالى النبي يأخذ القدوة والمبادرة إلى ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكان ذلك الأمر الذي طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه محورا من محاور هذه الصورة واختتمت الصورة بالتذكير بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيله وألزمت النبي بمتابعة أمر الله تعالى وشريعته ليكون ذلك نظاما لا ينتهي إلى يوم القيامة وإلى فرصة أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة